بحبه اختي ديال الطماطم والصابون ستخلصي لي من شحة جسميه السواد ديال السنين واعوام اللي بزاف منكم قطلبوني على شي وصفة لتفتيح وتبييد الجسم وكذلك علاج تجاعد اليوم غدي نشارك معكم الوصفة كما كنقول علي هنا اقوى وصفة مدمير للسواد ومدمير التسبوغات ديال الجسم فبمجرد ان شاء الله ما غدي تطبقيها ولا تستعمليها على الجسم ديالك غدي تقولي باي باي وكذلك اي منطقة عندك في الجسم ديالك فيها الزروهية بحل الركب تحت الابطين كذلك العنق القدمين اليدين فاي اختي ما كان في الجسم ديالك في تسبوغات او للون ديال وغير موحد تستعملي لي هاد الوصفة وردع لي الخبار وصفة تعطي نتائج خيالية تفتح عشر درجات الى ما فوق ومن اروع الوصفات اختي اللي غدي تجر بهم وصفة يالبنات زوينة 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 وسهلة المفعول يعني كما كان قولو مقاديرها فكل بيت وفكل منزل فانتمنى حبيبتي تجربوها وتقولو لي كيفاش جاتكم وبغيتكم كاملين البنات موضو دابة وتقيدوها عندكم لانو كما كان قولو مقاديرها سهلين حبا ديال ماتيش الموجودة فكل دار وصفة تولي ما كيخططها شي دار وبساطين توفرين فكل منزل واختي بغيت كتها الليل يا فراسك ولكي كالبنات اللي عندهم خطوبة ولا مناسبة ولا شي فرح شي سعد كيما كان قولو الله يسهل عليكم كاملين بالأفراح والمسارات إن شاء الله فالمهم حبيبتي يجربوها وإن شاء الله ستقول لي كاتشعلوا منذ أول استعمال ونقول لكم مرحبا بكم ألف مليون مرحبا بالنسبة المتسبعة الجداد ويالله معانا باش نعطيكم السر ونشارك معاكم من وصفة ولكن عفاكم أنا مزوجة فيكم متنساوا مناش من اللايكات سديلكم رو ما غتخسرو تشيح حاجة غير كزيدو تشجعون نحنا وكيما كان قولو ما كان أخدوش على اللايكات 4 ريال ولكن فش كنشوفوا بزاف جالي لايك على واحد الفيديو وكنزيدو نفرح ومساعدو وكنعرفو أنه لا فيديو أعجبكم على بركتي الله مقدر الوصفة لبنات السهلين مهلين كما كان قوليكم ديما عندنا ماتاشا حبة وحدة أنا غنحتاج غي حبة وحدة كافية بالنسبة للصابون عنديها النوعية ديال الصابون هذا البيض يعني بالحليب أنا هنا غنسحك أختيلا عندك السواد و الكحولية دريديما الصابون بالحليب ما عندكش الكحولية بزاف ممكن دينا مثلا بالخيار لأنه بزافت النساء اللي يقولون يا عدنا لسا يعني اللي هلات السوداء أو الانتفاخ أو الزرقية تحت العين فأخودي السابون ديال الخيار زوين ديال الضوف ممكن تخدمي بهاد النوعية ديال الصابون تهي زوينة هاي البنات غزالة تهيية ممكن تخدمي بهد النوعية ديال الرمان مهم دوفرا معروفة فيها الرمان فيها دلح فعلا مش مش فعلا خوخ هاي البنات اللي بجاوز الهند المهم عندي صراحة بزافت الانواع كينين هادو انا نوريهم لكم والنفس الماركة ديال هاي هادي في الغوز ديال الورد وكينة هادي بالارغان كتجي في القهيوي وكينة هادي في الموض كتجي بالخزام هادو صراحة زوينين يعني مهم انا كي يحمقه وكي يهبله هاي البنات اللي بغيت تتخدمي ومراه فنين 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 على ضمان المهم اي حاجة نسبكم متاع الصابون خدموا بينا غاك نوريكم وانتوما لكم حرية الاختياء ها نحتاج وقرعات الماورد هاي اللي بغيتين انتعاشوا البرودة اخودي الماورد ديالي فتلاجة بش يكون بارد ومون نعيشها كاية ما يكونش كي ما كنقولو حنا سخون لغسو يكون بارد وزوين ها كده ومنتاعش الموين كذلك غزالاتي ها نحتاج وكيمية ديان نشاو لما كيتسمى بالدراولة المايزينة نديمة نخدم بهذا في 180 قرام الباكية صراحة هذا البنات زوين زوين بززافة ايديال صراحة غزال الموين انا كنخدم بي وانتوما خدموا باي حاجة عجبتكم اي حاجة نالتردد ديالكم وانتوما خدموا بيها فقلنا نشا قلنا سابون قلنا ماتاشا وكذلك البنات قلنا كيمية ديال الماورد والمازهر والمويني خدمي بدك شي اللي بغيت انتي يشوف انتي حاجة اللي غادي تناسبك هي اللي غتخدمي بيها وكذلك غتحتاجي معي الحمص ولهليكم نسبة لما تعدهم تجاعيد عندهم لابو ديالهم هرهرام حرهرام فاختيعليك بالحمص ثم نحمص غزال 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 خدوا منه الكيمية اللي بغيتو شديها مطبيط الحال دقيها وطحنيها وصحقيها او لا باش تفادي هالشي كامل جي باخوديهم عند العطار حبوب ويتحنوا لي كتمة تمة كتعرفي هرهام زيان كتديش حاجة اللي ما شاء الله عليها بجمع العناصر هكذا الغدائية ديالها لالدات الحمدولي لا ولا التستفدي منه هكذا خارجيا فنعودوا المقادر قلنا ما تيسا قلنا السابون قلنا الميها ديال الورد قلنا البنات النشا قلنا الحمص الحمص بودر زوين بزاف والحمص رديما ديما كنبغ تاجه معاكم وديما كنصحبيه الدخلوه في الوصفة الطبيعية ديالكم واخر مكوين ان شاء الله معنا في هادلاغو السيد هو الخرقوم البلدي ايه يا اختي لعندك شي شي طاج شي سيكاتريس ديال شي حاجة يعني فلوكوخ ديالك بقات عندك سينين ومحمقك ومهب لك فاختي عليك بالخرقوم ولكن الخرقوم يكون مطحون كي ما كان قولو حنا يا ما يكونش شيش عدل على طريع تك خرقوم اللي هو مطحون ديجة اللخص يكون مطحون عواد ويعطيه ليك تم كتعرفي راه كديب جميع العناصر الغذائية ديالو لبنسبة للخرقوم ولا بنسبة لبناط الحمص بجوجهم كنديل من نفس طريقة وهذا الشي اللي كنال بنات على بركتي الله ندوزه في طريقة ديال تحذير اول حاجة غنبدو بها هي غادي ناخدو كيمياء ديال ماطاشا ولا ديال تماطن حالكاية وغادي نشدوها وناخدو غيل المميهة ديالها يعني ما غاديش تاخدي انتي يا ماطاشات اما تاخديها بحلقات عصريها ولا تشديها تحكيها في الحكاكة ومن بعد تصفيها يبقى عندك الاختياء انا هناخديت غيل مميهة ديالها حالكا وان شاء الله غادي نشارك معكم في اللخة هاد هاد تماطن اللي بقى غزال 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 في تبيض علاج التراهولات غزال 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 عارو في تبيض غزال فيذن Deين غزال غزال نخلطه بحلقة نضيف السابون نضيف الكمية نضيف الماء نضيف الماء مكينة 18 غ 8 دراهم وعلي 4 دراهم فنجمع مقادر نضيف الحمص نضيف الحمص نضيف الحمص نضيف الحمص نضيف الحمص نضيف الحمص يجب أن تحسس لي قليلا فهذا الشيء الذي سوف نقول لكم لكي لا تأخذوا الحاضر إذا لديك ماكينة تطحن مزيان فهذا لا يوجد مشكلة لا يوجد طحنة عند العطار خمسة درام يطحنوا لك و هكذا تكون أخوتي راسك يعني لديه شيء مزيانه في أي ماسك ستسهل عليك القادية فدعبة كنجمعو كنجمعو الحمص الحمص كيتجمع و كنجمعوه مع السابون و مع ماتاشا اللي شفتو خدمت بيها أخر حاجة لنا سبقات لينا هي كيمية الخرقوم البلدي اللي حتى وقت لكم خذوا عواد ما عند العطار ماشي إشكال ولا كنتحنيه عنده ولا تحنيه في دارك بحل بحل مهم غير ما تأخذي خرقوم اللي كيكون واجد مطحون لأنه كيكون وضيفين لهم مكونات غيدائية باللون الأصفر بذلك تكون غير بودرة و ديما أخذي الخرقوم الحمص الحلبة جميع الحبوب تحنيهم عندو تأكد منهم و جيبهم أختيب عينك مغمضين لنسبة للخرقوم يزول حتى الخطيطات اللي تكونوا في الكريشة في الجنيبات لأنه بزاف دي المتزوجات و هكذا فترة الحمص يقولوا لي اختيق راها عطقنا راها تقهرنا بدوك الخطات شاركي معنا شيحة وصفة زوينة فميما هاد الوصفة راكت يعجبني بزاف مكينة في صراحة بحالة ميما هنجمع هانتو محبيباتي كل من اللي شتوا دفنا الصابون دفنا جميع العنصة الحمد لله اللي يخدمنا بهم سوف نطبقها على أي منطقة مقادير أمينة مليون في المياه سوف نطبقها بطريقة الصابون يطهر و يبايد و يفتح المنطقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أخذ 20-30 دقيقة ترجمة نانسي قنقر 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 سوف نأخذ الوجيه اي بلاسه و تزولي منها جلد و جلد و حتى الشعر للرقاق يعني الشعر اللي يكون ارقاق صغير بسم الله و هنتو ما شوفوا و نشاركي في التحية لبنته و كبيض صافي في حلقة خمسة دقائق و بعد تغسلي بصحة و راح و ها انت يا اختي استفتي من هادلا فيديو مقشط طبيعي زوين معطي شرح غزالة كتزول حتى الحساسية و التجاعد و الترهولات ها انت يا اختي ما شاء الله يا لبنته على وصفه منذ اول استعمال كتعطي النتيجة فبصحة و الراحة و ما تنسونيش عافكم عافكم انا مزوجة فيكم غير باللي لايك لي لايك لي لايك ديلكم اللي كيش يشجعونا باش هكدا نزيدو ان شاء الله نستمرو و نزيدو نجيبو لكم كل ما هو زوين و كل ما هو مفيد فالله يسهل عليكم ما تنسونيش كي ما نقول لكم ديما من اللايكات و اشتركي اختي في القناة مرحبا بيك را يوميا نزلك الجديد و فعلي زل الجرس و نطلقى معكم ان شاء الله في المزيد من الوصفات طبيعية سواء العلاج الشاي بالسبغات طبيعية و القوماجات و اي حاجة اي وصفات تبغيتي على الرأس و العين يخليلي تعليق و ان شاء الله نجاوبكم كاملين و كاملات و استمع عليكم حتى الفيديوهات مقبلة اشتركوا في القناة